السؤال اللي بعد كده بيقول ايه هل الصلاة سواء فرد أو سنة بالبنطلون حرام ام لا والبنطلون واسع ومزبوط واسع ومزبوط اه اظن مزبوط يعني مغطي العور فالبنطلون الواسع وواضح ان السؤال ده السؤال ده واضح انه هو من امرأة وساعات كمان في التدين كان بيسألوه عن الرجل نعم احنا عندنا ستر العورة ستر العورة ملوش علاقة بشكل الساتر لكن ليه علاقة باوصاف الساتر ان ستر العورة الا يصف ولا يشف فستر العورة اذا كان ده البنطلون ده واسع ومبيشفش يعني مش شفاف بتتشاف بيتشاف لون الجلد من وراه الا يصف ولا يشف لا الا يشف يعني ما بيتشافش لون الجلد ولا يصف يعني هي مش لابسة العدوم اللي هي مش بيحزاقة بس لزق على الجس فاذا كان ده هو ده ستر العورة فاذا كانت هي لابسة زي ما احنا شايفين اهو واسع بتقول ايه واسع ومزبوط يبقى ده هو تيجوز الصلافي لانه متوفرة فيه اوصاف ستر العورة فهي لو كان الوصف ده فيجوز الصلافي للرجل او المرأة الوصف ده ان هو بنطلون واسع ومزبوط يجوز الصلافي للرجل وللمرأة اشتركوا في القناة